نشاهدين حول هذا الموضوع معي في البلاتو عبيد عبد الرحمن عضو في المجموعة الخيرية بريق أمل أسلام شكرا لحضرك معنا وصبع الخير كذلك وفاء بلاز عضو في مجموعة التبعية الخيرية كذلك بريق الأمل شكرا لحضوركم معنا صبيحة اليوم كثيرة هي المبادرات لكن كل مبادرة تصنع ربما لمستها تخلي بصمتها في مثل هذه المبادرات الخيرية حملة دفيني ربما من اسم دفيني نفهمه ربما طبيعة هذه المبادرة نبدأ بك عبد الرحمن هذه المبادرة بديتها الأسناء أو عندكم ربما تبعات في الأعوام الماضية السلام عليكم شكرا لكم في إضافة حملة دفيني قامت بها مجموعة تطوعية بريق الأمل وهي كأول خرجة لنا خارج العاصمة بريق الأمل مجموعة خيرية نشاطاتنا تتمحور على المستشفى خاصة أطفال المصابين يبدأ السرطان ربما يشافيهم إن شاء الله كأولوية يعني للمجموعة هذه المرة خممنا قلنا نديروا جمعوا ملابس ملابس سخنة ملابس نقية ملابس ملاح ما يستعملوهم ش المواطنيين ناس حقهم بزيادة حنا قمنا بجمعها طميناهم عندنا المجموعة تعنايني والله غير مشكورين ضحاوا بوقتهم ضحاوا بكل ما يسعوا وقمنا بجمع الملابس هذه إن شاء الله إن شاء الله هقوط لك أنا معولين إن شاء الله نروحوا للبيض إن شاء الله معولين البيض بحكم أنها منطقة جد بردة وجد معزولة وخاصة الناس ما تشوش يعني بزاف المجموعات هذه اللي يسكنوا في المناطق النائية جنرال موقع يشوفوا المناطق دوتاع العاصمة حنا حبينا إن شاء الله نكونوه كأول من بين الأوائل اللي نفيزيو هاد الناس اللي نائية تصدور بمشاريح الأكثر احتياج احتياجاً لهذا النوع من المبادرات نروحوا ليك وفاق هذه الفكرة فكرة الدفيني كيف أشجدكم في النهاية؟ هي بدأت بفكرة وهذا تحدينا عن نفسنا قدرنا تحدي نفسنا قلنا علش ما نسيوش نقيسو هاد الناس نلحقو لهم تانهو ما كيما ندفعو حنا في بيوتنا ودفان بردو ولا خاصة هما ما عندهمش منازل بدينها بتحدي كانت فكرة بدينها بفكرة وبعد تحدينا عن نفسنا بش نلحقو الهد وين أنا لحقين ذوكا بدينها في مبعد عنا اللموا اللموا بدينها في نقوله للناس اللي ما عندهم شونا مجموعة من الشباب طلبة باش نعرفوا ربما هاد المجموعة مجموعة باريخ أمل وكين اللي خدمو كل واحد كيفاش على حسب اللي يكون عنده وقت فارغ يجي سواء طالب سواء يخدم مفتوحة هاد المجموعة مفتوحة الشباب اللي حبي يتطوع يقدم وليساعدكم في مثل هاد المبادرة نعم مفتوحة اللي حبي يجي دير الخير مرحبا بيه وين يقدر يتواصل معاكم دامرانات المباشرة اللي حبي يعاونكم يتفضل اللي يزوركم عدنا في صفحة الفيسبوك باريخ أمل وعلى الانستغرام تم باريخ أمل يبعتونا إذا محبين يكونوا معنا في المجموعة مرحبا بيهم معنا وهذا ربما نداء كافة الشباب وطلبة اللي سموا فينا صبيحة مدابين نكونوا مثال لهم من يكونوا شغير حنا منهم يقدروا يعاونوا منهم يقدروا يلتحقوا به نرجع عليك عبد الرحمن ربما مثل هذه المبادرات عند الشباب نعرفه الشباب الجزائري ربما عنده استعداد كبير أنه يدخل في مثل هذه المبادرات اللي في النهاية تخص شريحة الدعم شريحة مثل ما قالت حساسة وتعاني في صمت بعيدا ربما عن الأضواء مثل هذه المبادرات تلقى رواج لهم عند الشباب أكيد والله الحمد لله هلقينا رواج كبير كما قالت وفا المبادرة كانت على أسس أنها فكرة صغيرة احنا كنا كنا مبرمجين أن نقيسوا 150 شخص فقط احنا في العاصمة ربما لا في البيض الفكرة أنها بدأت في البيض حكم أنه قلت لك شفنا منازل ساكنين في خيم ساكنين في منازل قصديرية مساكنين البرد يدخل من كل جوا يسمى الملاذ الوحيد الدفء الوحيد اللي قدر يكون سي الملابس ما عندهم مش أمور وحد أخرى بدأت فكرة أنه نقيسوا 150 شخص فقط والحمد لله القطرة وجه كبير 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 الحمد لله رانا وصلين حتى الـ 500 حتى الـ 600 شخص إن شاء الله رح يتقاس إن شاء الله رح يلحقوا له حوائج ورح يدفى إن شاء الله ما شاء الله ما كناش ننتظرو يعني تجاوب هكذا كبير كما لقينا كان يعني ما شاء الله حطينا في مواقع تواصل اجتماعي نيداء جوش درنا نابل بوغلي دوناتو قلنا لهم نسحقوا ملابس والا حندهم للبيد حطينا تصور تعال ما نازل لي سكنين فيهم الناس في البيد الهيئة حهم سكن كيفاش حالتهم تعاطفهم من الناس تعاطفهم معهم ما شاء الله بطريقة غير منتظرة بطريقة غير منتظرة الشعب الجزائري معروف بالطباب معروف ما شاء الله ما شاء الله خاصة أنه خاصة أنه مم شابب طلبنا يدعم لتعاوننا طلبنا محكم أنه تلقينا بزاف ملابس عدد كبير كان كين ما مشابب نضموا لنا مؤخرا المجموعة ونشكرهم يعني عاموا نعاونونا ودعمونا بطريقة ما كناش ننتظروها أيضا بارك الله فيها طيب نرجع لك وفا ربما ليسمع فينا اللحظة يقول لك علش ملابس مستعملة وليست ملابس جديدة نرجع لكم بعد ولا حبيتك لأنه كين الناس تحب الدين الخير بالك وما تقدرش تشري ملابس جديدة هم يقدروا يعطوننا ملابس مستعملة ورميعونوا في هاد الناس هاد الناس ما عندهم ش منفى ملابس ما عندهم شوشي اللبسوا اسمها هاد الملابس اللحنا ما قلناش جديدة قادرة تدفيهم هم البيت بتاعنا ندفوهم مشي لازم ملابس جديدة ما ملابس ماشي جديدة احنا نغسلوهم ونعطوهمهم قبل ما نمدوهم منهم اسمها هادية اللي يحب يتطوع ربما ليس فقط الملابس اللي يحب مثلا يتطوع ملابس جديدة او ملابس مثل ما قالت المستعملة تكون في حالة جيدة الملابس حالتهم جيدة هدف هو تقديم المساعدة لهذا الشيء ملابس الحمد لله اغلبية الملابس كانت ما شاء الله يعني ملابس مليحة ما شاء الله مقبولة ملابس مقبولة ما نقوله كاين بعض الملابس اللي احنا شفناهم ميصرح احنا درنا عملية عملية فنقية او الفرز عملية نقينا قال ملابس لي ملاح خليناهم ملابس لي ماشي ملاح اوتوماتيك منحنا حاجة اللي تغسل تغسلناها وطبقناها درناهم في اكياس على اسس انهم دوك ملابس جدد يعني ما شاء الله ملابس قابلة للاستعمال يقدر يستعملها اي شخص بطريقة ما شاء الله يعني مم مم كرمة الانسان تحفظ بالملابس هذه وحتى يعني فيه كثير من الأسر يكون عندها مثل هذه الملابس تكون مخزنة تستعملها يعني ماذا بهم مثلا يقوموا بالمساعدة عن طريقة منحة هذه العائلات المعوزة هي مساعدة غير مكلفة ما راناش نكلف العائلات بحكم انها ملابس من ذاك محطوطة ما تستعملش اسمها ماذا به دير الخير بأمر بسيط وهو يفرح ما تقدرش تتصور الفرحة اللي حتدخل على الناس اللي حيستقبلوا الملابس هذه وبحكم انها ملابس بالك كانت غير مستعمالة محطوطة في الدار هكذا قطعة قوماش تغير نظرة بالك على هذاك الانسان اللي يكون مسكين ميت بالبرد قطعة قوماش احتفرحه ورح تخليه يحس باللي رو عايش رح تدفيه صحيح طبعا نرجع لك وفاء ربما كثير من الأمهات اليوم يشوف فينا اللحظة تقول لك أنا عندي ملابس كيفاش نقدر نتواصل معها للمجموعة أنا دائرين في كي تدخل على الفيسبوك ينرقم تليفون يعيطونا احنا نروحون لهم مش يمعن فهم يجولينا احنا نروحون جيبوا هدوك الملابس منهم نعم في العاصمة نعم في العاصمة تلقينا مما تلقينا مما تلقينا مما من داءت خارج ولاية خارج العاصمة تيباز أبو مردس كانوا كين تجاوبها ولاية أخرى اللي قدرنا نطموهم لما قدرنا نمخلينهم يكونوا إن شاء الله حاملات أخرى هذه البداية فقط نحن نعرف أنتم ومقاركم متوجدين هنا في العاصمة ونشرتكم هنا في العاصمة ومتنقلين إن شاء الله للبيض بكل التوفيق أهمية أنه مثلا يدخلوا شباب في مختل أو في الولايات وينسقوا معكم ربما يخطوا تجربتكم يدخلوا في مجموعات ويقوموا بالنفس التجربة نحن نعرف أنه بلدنا كبيرة من الشرق الغرب الله يبالك اليوم تحتى على 58 ولاية أهمية أنه يدخلوا في مثل هذه المبادرات مجموعات شبابية طلابية ويقوموا مثل هذه المبادرات ما هذا بينا ما هذا بينا نفرح وكي نسمع أمورها ما هذا بينا احنا الهدف تعنا أنه إسعاد المحتاجين وإصال هذا الرسالة تظهر الالتفات احنا هذا هو الهدف تعنا أننا رانا نديروا إشهار باش الناس ما هذا بينا إن شاء الله يصيروا على نفس الخطأ اللي رانا نصيروا عليها بلك الناس راهي ما عندهاش أفكار بلك يشوفونا هكذا يقول لك هذه فكرة ما شاء الله علاش إحنا تاني من ديروش ويديرو كيمة إحنا تاني وكي قلتنا على ناس في عد في ولاية أخرى كيمة في البيض رانا نقصدين أيضا شباب يوجد شباب في البيض رانا ينتظروا فينا يعطيهم الصحاب رانا في تواصل معهم رانا يسنوا فينا رانا هم موجدين الأماكن اللي نروحوا ليها موجدين لنا قاعد الأمور ما راح تكون أمور سهلة إن شاء الله علينا نقصدوا العائلت هذيك مباشرة حتى يستفادوا من الملابس هذك إن شاء الله ما أهمية وفاء أهمية اليوم حين نعرفوا أنه الشباب يعني متواجد بكثة على فضاءات التواصل الاجتماعي ما أهمية استغلال هذي الفضاءات في الفيسبوك في الجزاء اللي راح في المتشار كبير للقيام بهمثل هذة المبادرات الخيرية والترويج له يعني اليوم التواصل صار سهل يعني يعني إعلام بسيط يوصل للألاف يوصل للألاف وكي الناس تحب دير الخير وما يعرفوش كيف صحيح فالك إحنا نورينا لهم الطريقة كيفاش اللي هنا في العاصمة تكون شوية سهلة عليهم بسك هنا في العاصمة كين كلش يتواجد كلش وكينتزاف مجموعات بورينا لهم كيفاش ننطيرهم نوري لهم طريقة الخدمة اللي نخدموا بها ماذا بنا نكونوا احنا مثال لهم ويديروا كمارة ننطيرهم بسك نوصلوا لهم الرسالة لنا حبينا حنا نشيك كما قال القصد الإشهار نوصلوا لهم الخير اللي نحبي نطيرهم بش يشوفوا بلك نكونوا احنا مثال لهم ويتباعونهم احنا بلا الناس بلا نعاونوا بوليا نتعاونوا إن شاء الله ونفرحوا جميع نحن نعرف أن هذه المبادرة تقوم بجمع وإعادة توزيع الملابس المستعملة كيفية الملابس المستعملة أغطية أفريشة ملابس أم محتاجين بعض الملابس فقط دون غيرها؟ لا نستقبل كل أنواع الملابس ما من البطانية ما من الأغطية نستقبل كل الملابس نقول ملابس دافئة تلقينا بعض الملابس الصيفية والملابس الملابس الملاح قمنا بالحياة المحافظة عليها زدناهم مرانا خسرين وإننا نحن في طريقة العمل تانا قمنا بترتيب الملابس هذه على حساب الأعمار قمنا بوعدهم في أكياس حمام عملية التوزيع إن شاء الله تكون سهلة قمنا بوعدهم في أكياس قمنا بوضع أكياس هذه في كل كيس قمنا بوضع بطاقة سجلنا فيها العمر تاع الملابس هذيك باش كين لحقوا لتمالبيض مباشرة طفل تاتلت سنين تعطيلوا كيس فيه ملابس تاتلت سنين الكيس هذيك يحتوي على جميع الأمور اللازمة سروال فيستا كلش قال أمور نتعلقه بالليتريك تاع تاشتة إن شاء الله طيب ربما هذا بالنسبة ليصر متوسطة اللي تقدر تعاونكم بمثل هذه المبادرة بملابس مستعملاتكم بحالة جيدة ربما فيه كذلك رجال أعمال عائلات ميسورات الحال تحب تعاونكم ما هي الأمور اللي يعني تقدر تعاونكم بيها لقيتوها كصعوبات في الميدان مثل هذي الناس من رجال أعمال اللي قدروا يعاونكم مساعدات مادية مثلا أنه يدخلوا كيفاش يقدروا يعاونكم واش محتاجين بالضبط أكيد كان كين الناس ما شاء الله ربي يجازيهم ربي يجازيهم عطونا ملابس جديدة كين الناس تبرعت ملابس جديدة ربي يجازيهم بارك الله فيهم ونشكره الجميع على كل حال المشكلة أنه الناس ما تقدمناش ملابس بلك رجال أعمال ولا بلك ما يديروا وما يقوموش بمساعدات بحكم بلك ما أنه ماشي جمعية ما عندناش اعتماد بحكم أنه مجموعة شببية تطوعية مجموعة شببية الحمد لله كين الناس اللي سمعوا وتقصدهم والله ما شاء الله ما يردوكش وعلى بحكم أنهم يشوفوا تاني العمل ويشوفونا قلت لكم هل عندنا خرجات المستشفى عندنا صور عندنا فيديوها قمنا بعملها باش نبينوا جميع الأعمال اللي قمنا بيها وما من الأمور هذي اللي توصلنا دايما نوضقو الأمور دايما نقومو بوضع صور أثناء الجمع وأثناء التقديم حتى اللي قدمونا المساعدات يشوف المساعدات التعوين راه يتروح يشوف واحد يتبعنا على صفحة الفيسبوك راه يشوف بلي المساعدات راه يتوصلنا راه نقومو بجمعها وبترتيبها ونلحقوها كأمانة نلحقوها للناس المحتاجة طيب هدفكم اليوم ربما هذي بداية هدفكم إن رأيكم حابين توصلوا بشي مثل هذه المبادرات اليوم ملابس مستعملة تقوم بتوزيحها ما هي الأمور اللي رأيكم حابين تعملوها وإن شاء الله مشرقت من العاصمة ولاية البيض ولكن نتحدثوا على كل ولاية الوطن ما دابنا ما دابنا إن شاء الله ما شي غير ملابس ما دابنا أمور أخرى تتحدثت ربما عن أطفال مرضى مرضى سرطان خارجة تدورية عندنا المستشفى الأمور يحتاجوها مثلا أمور اللي يحتاجوها هؤلاء يمكن الناس ذوي الخير اللي حابين يعاونوا هؤلاء أمور اللي يحتاجوها نحن مجموعة مجموعة الأمر اللي نحتاجوه دائما على الدوام نحتاجوه اللي هما الحفاظات حفاظات الأطفال خاصة الأطفال المصابين بدأ سرطان وأطفال مرضى بسيفة عامة أو كأولوية أطفال مصابين بسرطان الحفاظات الحالب المياه أيضا هذو هما الأمور الأساسية أمور اللي على الدوام دائما نحتاجوهما دائما على أساس أننا لدينا خرجة تورية المستشفى تقريبا خطرة في الأسبوع مرة في الأسبوع لازم نروحوا للمستشفى ونزوروا الأطفال ونشوفهم وكاين الناس محتاجين يسحقوا أمور نسحقوا حوائج ثاني الدراري هكذا صغر على العام ثاني يجوا ناس من خارج الولاية يجوا من جميع الولاية لهنا العاصمة محتاجين لهيئات عودية جامسكين يحتاجوا ملابس يحتاجوا ملابس جدد حاجة تفرحوا نسحقوا ألعاب أيضا ألعاب الأطفال ثاني حاجة تفرحهم دخل صورة تنسيح في المرض ديالو كل الأمور اللي تفرح دراري مدى بنا يكونوا متوفرين مدى بنا نفرحوا دراري مدى بنا نحو على خطرهم إن شاء الله طيب وفاء الشباب ربما يكون فيه شباب حابين نتواصلوا معكم نختلف الولايات مثل ما قلنا ربما ينسقوا معكم يخذوا هذه الفكرة ويجسدوها في المنطقة أنتو وجدين بها ما هي رسالتك لهم بشكل حابة تقولي لهم ربما يدخل في مثل هذه المبادرات لكلها خير على خير نهندرأ رح يكفش الحاجة اللي نقولها لهم بللي إحنا بدينا شباب يقولوا بللي ما عنديش درحام ما نقدرش نعاونهم ما عنديش كما قلنا ملابس زيادة ليا ما نقدرش نعاونهم ما كي تدخل هاد تشوف تروح مرة تسي وشك تسي تفرح الناس وتشوف هذيك الفرحة اللي تطيها لهم تقولي تحب دايما تروح ما ما عندكش ما تسي تقصد ناس تعرفهم يعطوك هما يعانوك تقولي الهدف تاعك في الحياة تقولي لازم تفرح الناس لازم تشوف ترد لهم الفرحة بس كين ناس كما قل لك المرضى تدخل يالو كان عليهم هذيك تبسيمة وهذيك الفرحة ما يسحقوا والو يكونوا هما مراد هكذا تدخل تقصر معه تهدر معه حاجة مليحة نتمنى ما تكونش غرف في الجزء العاصمة تكونوا فقع الولايات يروح وحتى ربما نداء الأطباء نحن نعرف فيه كثير أطباء مطوعين ربما يرفقوكم يخوموا في حصات مجانية لهؤلاء بش يكون ربما حملة متكاملة ونزيدوا ربما الوسعى في مثل هذه المبادرة نحن مرحبا بجميع شخص يحب يلتحق بالمجموعة المجموعة مفتوحة مرحبا به عندنا صفحة الفيسبوك باريق الآمل مرحبا جميع طبقات المجتمع جميع الإختصاصات جميع إن شاء الله هذا الأمل يوصل للجميع وكل القلوب والناس المحتاجة وفا بلاز وعبد الرحمن عبيد عضوه في المجموعة الخيرية بريق الأمل وإن شاء الله موافقين في هذه المبادرة الحية وبالمناسبة برك ياسمين مسيخ هي مؤسسة المجموعة هي اللي بدأت يبدأت المجموعة وأنا نكمل وكامل إن شاء الله يدفل تحية وجزاء الله بجزيها إن شاء الله لأني هذه المبادرة وكل الناس يحبين يعاونوكم ويساعدوكم في مثل هذه المبادرات الخيرية العفو في موضوع آخر مشهد